معانا الكاتب الامريكي كريس هجس عبر زوم أهلا بيك شكرا شكرا أنت تتحدث العربية جيدا أم أنها مجرد كلمات شوي أنا نرسيت كول العربية من زمان أنا كنت سيكن في الشركة الأسر من تلاتين سنة من تلاتين سنة في الشرق الأوسط ده مهم بالنسبة للمشاهد أنه يعرف ليه كريس هجس كان موجود في الشرق الأوسط تلاتين سنة أنا كنت سيكن في الشرق الأوسط سبع سنين بس من ألف تسعمية تمانية وتسين أنا روت اليوكوساريا بس أنا ما باقي عربي من تلاتين سنة حسنا نسيت كول العربي مش ممكن تتكلم عربي مش ممكن تتكلم عربي إذن هنستمر في الحديث باللغة الإنجليزية علشان أو حتى يصبح الحديث أكثر سلاسة وأكثر طلاقة هنا يجي يمكن السؤال كيف ترى قضية الصراع العربي الإسرائيلي في المنطقة نحن في مصر نحب وصفها بقضية الصراع العربي مش فقط الصراع الفلسطيني بالطبع في البداية أقول أنها إبادة جماعية لا يوجد أي شك بخصوص هذا الأمر وأقول أنها إبادة عرقية إبادة عنصرية لأننا كما رأينا أن الاتجاه ينصب حول العرب والمسلمين هناك ولكن لأن اللغة التي تستخدمها إسرائيل تجاه الفلسطينيين هي لغة عنصرية مصطلح إبادة جماعية وتطهير عرقي مصطلح غير متعرف عليه في الصحافة أو الإعلام أو السياسة الأمريكية أو حتى الأوروبية بل تكاد الصحافة الأوروبية وأيضا الأمريكية تخلو من استخدام هذه المصطلحات بل وأحيانا يتم الاعتراض على استخدام المصطلحين حول ما تقوم بإسرائيل في المنطقة أعتقد أن التغطية الإعلامية على الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنها جيدة جدا الأمر يمر بسلاسة ربما تكون منحازة بعض الشيء كما قلت نعم ولكن وصف الحقيقة التي تحدث في غزة أو ما يمر به الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال ربما نعم أعتقد أنك محق أن هذه التغطية تحتاج أن تستخدم اللغة الصحيحة لوصف حقيقة ما يحدث خصوصا في هذه الأثناء هل عدم استخدام هذه اللغة الصحيحة هل هو فقط من باب الإنحياز المبالغ فيه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أم لحماية إسرائيل من اتهامات وملاحقات قانونية وجنائية نعم هي محاولة واضحة لحماية إسرائيل وتطبيق وتوثيق الرواية الإسرائيلية للأحداث أعتقد أنه تضليل للتغطية الإعلامية أعتقد أنهم يريدون أن يضللوا الناس حول ما يحدث تجاه الفلسطينيين الشجعان كما أصف لأنهم يمرون بأمور تشبه الجحيم فهم يضللون القصة التي تحدث الآن نعم نحن نريد أن نظهر هذا بخلاف ما تقوله الإعلام الغربي سيد كريس كيف تقيم موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الصراع بشكل مجمل وهذا الصراع في جولاته الحالية منذ يوم 7 أكتوبر وحتى الآن حسناً الولايات المتحدة هي شريك رئيسي في هذه الإبادة إذا استوقفت الولايات المتحدة عن شحن الأسلحة التي تمد بها إسرائيل لارتكاب هذه المجزرة فأعتقد أن هذا الأمر سيتوقف برماته الأسلحة التي تستخدم الآن تأتي من الولايات المتحدة بشكل رئيسي وهي المساهم الرئيس في هذه الإبادة أعتقد أن الولايات المتحدة ترفض أن توقف هذه الشحنات ويجب عليها أن تتوقف عن ذلك كي أكون محدداً هل ترى أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص شحن الأسلحة والدخائر إلى إسرائيل أم أن الدعم المالي أيضاً يندرج تحت وصف الشراكة كذلك الحماية السياسية أو مضلة الحماية السياسية التي توفرها الولايات المتحدة الأمريكية لهذا العدوان أو هذه المذابح الإسرائيلية كما نسميها في المنطقة العربية وفي مصر بالتحديد نعم بالطبع إذا نظرت إلى ما يحدث في اليمن فاليمن الآن تحجب مصار السفن ولكن من ناحية أخرى الأردن والسعودية قد صنعت طريقاً للتجارة مقابل ما يحدث في اليمن في بحر الأحمر فهذا الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية يحمي إسرائيل بشكل أساسي ويمكن أن نقول أنه يساعد في استمرار هذه الإبادة الجماعية إذن لماذا تصر الولايات المتحدة الأمريكية على مد مضلة الحماية السياسية والمالية والدعم بالسلاح والدعم لوجستياً لإسرائيل خاصة وأنه هناك الكثير من التظاهرات في عواصم ومدن حول العالم من بينها ولايات ومدن أمريكية من بينها عواصم أوروبية فأصبح الموقف يكاد يكون فضائحياً لو صح التعبير نعم إنها مصيبة كبيرة لأن هذا الفصيل قوي جداً يدعم بالمال وأعتقد أن الكثير من السيناتر في أمريكا يدعون لحملات لدعم إسرائيل مادياً أعتقد أن النظام السياسي الأمريكي بالنسبة سواء الجمهوريون أو غيرهم فهذا هو الواقع هذه الحقيقة في المجتمع الأمريكي هم يساعدون في امتداد هذه الحرب في الشرق الأوسط أعتقد أن هذين سببين رئيسيين لامتداد الصراع حتى الآن أعتقد أن قرار الولايات المتحدة قرار صعب جداً ربما العروض التي تقدم لوقف الحرب هي الأسلم حتى الآن هل تعتقد أن موقف صناع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية سواء إذا كانوا من النواب أو الشيوخ أو ربما في البيت الأبيض أو مؤسسات أخرى يعني يقومون بدعم إسرائيل من باب الاقتناع الكامل أم أنه من باب وجود مصالح مشتركة مباشرة لا أريد أن أصفها بالفساد المالي ولكن مصالح مشتركة مباشرة مع اللبيهات الإسرائيلية أو الصهيونية الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية كلاهما أعتقد أن كلا الأمر ربما هم يستفيدون من من اللوبي الإسرائيلي هو لوبي قوي جدا في العالم ولكن أعتقد أيضا أن الجانب أن الجانب الجانب الآخر هو شيطانة المسلمين في أمريكا في الفترة الأخيرة لأن من لأن الأوروبيون يعتقدون أن كل المسلمين يكرهون إسرائيل ولديهم عنصرية ضد العرق السامي وهذه الرواية المدعومة في أمريكا حاليا يعني أكد أجزم أن نصف الساميين في العالم من المسلمين لأنه هناك مسلمين كثيرين ينحدرون من العرق السامي فهو إدعاء غريب وأحيانا يدعو إلى الضحك لكن عندما أتخطى هذه النقطة فأنتقل إلى نقطة أخرى وهي إلى أي مدى من الممكن أن يتغير الموقف الأمريكي هل قد يتغير الموقف الأمريكي مع تغير الرئاسة أو تغير الجالس في المكتب البيضاوي ليس حاليا أعتقد أننا سنرى أعتقد أننا نرى الشباب الشباب الأمريكية الآن يعتصمون أو يعتصمون ويتظاهرون تجاه ما يحدث في المدن خلال المدن الأمريكية ولكن الآن كبار السن في أمريكا صناع القرار من لديهم القوة في أمريكا هم مصرون على رأيهم والاتحاد مع إسرائيل ربما لن نرى هذا الآن ولكن الضعف الذي تعاني هيئة صناع القرار في أمريكا هي ما ستدعو الشباب لتغيير هذا الأمر قريبا هل ترى أن هذا الموقف الحالي قابل للحل أو على الأقل لتحريك هذه المياه التي لا أستطيع وصفها بالركود لأنها مياه متحركة ولكن من جانب واحد وهو العدوان الإسرائيلي المستمر على الأراضي الفلسطينية هل من الممكن الوصول إلى حل الحل الوحيد لإيقاف هذه الإبادة هو على الولايات المتحدة يجب عليها أن تتوقف عن دعم إسرائيل لا أرى ذلك يحدث بدون أنا شخصيا أقارن هذا الأمر أقارن هذا الأمر بما حدث في سارييفو من قبل أكثر من 400 قبلة كانت تقذف يوميا ولكن بوقف الدعم توقفة الحرب كما هو الحال في غزة نتحدث عن مئات القنابل ومئات القتلى يوميا ربما إسرائيل الآن إسرائيل الآن ربما لم يتبقى لها إلا أن تلقي قبلة نووية على غزة ما نراه الآن ما نراه الآن أن إسرائيل تريد أن تجعل غزة مكان غير قبل العيش وأن تكبر الفلسطينيين على الانتقال خارج غزة ربما يريدون سيناء ولكن هذا لن يحدث فربما أقول أن أن إرسال الفلسطينيين خارج بلدهم حل غير مطروح وغير مرغوف ولكن الرواية الأمريكية رواية مضحكة الولايات المتحدة هي شريك رئيسي بدعمها للسلاح الإسرائيلي ودعمها المالي وهذا ما يجب أن يتوقف إذن يعني على ذكر ما حدث في الماضي في سراييفو فأعتقد وأرجو أن تصححني في الرؤية أعتقد أنه عندما يأتي الأمر لدى أو في داخل المنطقة العربية أو عندما يتعلق الأمر بإسرائيل فأنه واشنطن تتخذ مواقف مغيرة تماما على مواقفها أو عن مواقفها الدولية المعروفة نعم نعم أتفق تماما هذه الولايات المتحدة الأمريكية لديها معايير مزدوجة وما رأيناه خلال آخر عشرين عاما في العالم الإسلامي القرائم التي كانت ترتكب في العراق في أفغانستان في سوريا في ليبيا نعم هناك ازدواجية كبيرة للمعايير حينما يأتي الأمر بالنسبة لإسرائيل فأمريكا لا تفعل شيئا ربما إذا كانت هذه دولة عربية كانت أمريكا تعترف أنها إبادة جماعية ولكن أعتقد أن حماية أمريكية لإسرائيل وعلى ما نراهم من إعدام للعرب سواء كانوا مسلمين أو مسحيين في فلسطين أو في السودان ربما هذا هو بسبب الحماية الأمريكية إذن يعني ودعني أستخدم ثلاث كلمات محددات ما الذي قد يدفع أو يجبر أو يقنع متخذي القرار الأمريكي بوضع حلول جزرية لهذا الموقف ليس فقط الجولة الحالية والتي بدأت من يوم 7 أكتوبر ولكن وضع حلول جزرية لهذا الموقف وإنهاء هذا الصراع أعتقد أننا يجب أن نرى أن نرى تغير جذري في الثقافة الأمريكية والتفكير الأمريكي والذي يجب أن يكون عن طريق اتحاد المجتمع الأمريكي ضد الصهيونية وضد ما تفعله إسرائيل ولكن البناء الإسرائيلي داخل الثقافة الأمريكية هو بناء قوي جدا ولكن من خلال الأحزاب الديمقراطية يجب علينا وخلال الحزبين الرئيسيين يجب عليهم أن يعترفوا بالقرائم الإسرائيلية أعتقد أن الأمر يعتمد على تغيير طريقة التفكير الأمريكية ربما أود أن أرى ذلك في حياتي ولكن أعتقد أننا سنرى ذلك خلال الأجيال القادمة وهي انتهاء هذا الفكر الصهيوني هذا يعني أن هذا الصراع قد يستمر لعقود قادمة وبالتالي لا يجب أن نعول عليه كثيرا هل نستطيع التعويل على تغيير المواقف العربية تجاه واشنطن؟ أعتقد حاليا لن يحدث أي تغيير في القرارات في المواقف أعتقد أنه يجب علينا إنشاء أولا عملية ديمقراطية وبعد ذلك نرى التغيير ولكن ما يحدث في غزة لن يتغير سواء كان بالرئيس الأمريكي الحالي أو بالرئيس قادم هل من الممكن أن المجموعة العربية تصل إلى قناعات مشتركة ما بينها وما بين واشنطن بأن المصالح الأمريكية قد تهدد وهنا لا أعني العنف على الإطلاق وإنما العلاقات ما بين الدول العربية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية فيها علاقات الاستثمار علاقات الاقتصاد أيضا علاقات الدعم السياسي المشترك وما إلى ذلك فقد تتغير هذه المواقف فيحدث تهديد ما للمصالح السياسية والاقتصادية والاستثمارية الأمريكية في المنطقة لا لأن دول كالسعودية والأردن هي أساسيا منخرطة في أعمال كبرى مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي دول كبرى في الشرق الأوسط وهي الآن لم تعترف حتى الآن بهذه الإبادة ماذا عن موقف القاهرة وقد شاهدنا موقف القاهرة مصر منذ 7 أكتوبر في محاولات حثيثة وفي بعضها الكثير منها أثمر في تغيير وجهات النظر سواء إذا كان على مستوى الحكومات وكثير من دول الاتحاد الأوروبي وأيضا على مستوى إظهار الحقائق أمام المجتمعات الأوروبية وربما داخل الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن موقف قاهرة كان واضحا موقف مصر ومبعوثي مصر كان موقفهم واضح تجاه غزة كان هو أشجع موقف أراه تجاه القضية الفلسطينية ولكن كما نرى المبعوثين الآن وكما قررنا من قبل يجب علينا اتخاذ ودعم هذا الموقف في القاهرة وأنا أود أن أظهر دعمي الكامل لهذا الموقف تجاه غزة وليس فقط الأمر عن طريق تغطية الأحداث وإنما عن الدعم المباشر لغزة وإلا كانت هذه الإبادة التي تختفي فالموقف الآن في رفح بسبب أن إسرائيل تريد أن تتحكم في أكبر قدر من الأرض تريد أن تحدث مجاعة بين الفلسطينيين عن طريق القتل المباشر أعتقد لا أعرف ما يمكن أن تفعله القاهرة حيال ذلك يعني القاهرة وبالتأكيد تعلم جيدا أن هناك الكثير بل تكتب تكون العشرات من الاتصالات التي تمت ما بين القاهرة ولندن القاهرة برلين القاهرة روما القاهرة مدريد القاهرة باريس القاهرة واشنطن لإيجاد حلول ولو مؤقتة منها الهدنات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل منها تبادل المحتجزين والأسرة من الجانبين ثم الوصول فيما بعد إلى ما نرجوه جميعا وهو حل دولتين ومن ثم إلى أي مدى القاهرة قادرة على إحياء مفاوضات مدريد أو اجتماع مدريد 91 ثم أصله 1993 أعتقد أن المشكلة الآن ليست مصر ولكن المشكلة هي إسرائيل إذا أرادت إسرائيل استبدال المحتجزين وإطلاق سراحة السجناء ستفعل ذلك ولكن إسرائيل لا تريد أن تفعل ذلك الأمر بخصوص إسرائيل إسرائيل تخرق كل الاتفاقيات مرة أخرى أقول أن بالطبع موقف القاهرة مباشر وموقف القاهرة صريح القاهرة دوما ما كانت تنسق ما بين حماس وإسرائيل وتعمل على الهدنة والتضحيات التي تبدلها القاهرة كبيرة ولكن أمر بخصوص الناس الآن الكثير من الشعوب تقيم مظاهرات ضد نتنياهو وأيضا داخل إسرائيل والكثير من الشعوب ترفض ما يحدث في غزة الآن هل من الممكن إحياء مسارات أولس أسلو 1993 أو هل من الممكن إحياء البناء على ما تم في أسلو 1993 حتى وإن كان أجهد خلال السنوات الماضية أعتقد أن أسلو أعتقد أن حل الدولتين هو حل ميت ليس مطروحا الآن أمام الحكومة الإسرائيلية ليس فقط بخصوص ما حدث في غزة ولكن أيضا في الضفة الغربية أعتقد أن حل أسلو كان يرنو إلى جعل الفلسطينيين أحرار وأن يوقف الاحتلال الإسرائيلي وأعتقد أن قرار الرئيس ياسا عرفات وقتها لم يكن كافيا لأن الحكومة الإسرائيلية لم توافق على ذلك هل تحتاج إسرائيل إلى رابين جديد؟ ولكن لا أعتقد أنهم يحتاجون لذلك ولكن لا أعتقد أن أسلو حل مثالي الآن أعتقد أن أعتقد أن إسرائيل بالفعل قد جعلت غزة سجل مفتوح وليس فقط منذ السابع من أكتوبر وإنما أنت الآن تحت الحصار أنت الآن تحت حصار قاتل لغزة فأعتقد أن ديمغرافية المكان الآن تغيرت بشكل كبير أعتقد أن فلسطين يجب عليها أن تتحرر ولكن هذا الحل لا يعمل بعد الآن في رأيك ما هو أقرب الحلول للواقعية حتى وإن كان يبدو مثاليا لدى البعض لكن ما هو الحل الأنجح والأقرب للواقع يجب علينا أن نبني خط التصال دولي ضد إسرائيل وضد سياسات إسرائيل كما فعلت جنوب إفريقيا من قبل يجب علينا أن ندعم هذا قرار قرار المحكمة ويجب علينا أن نحاصل إسرائيل اقتصاديا سياسيا وعلى المدى القصير سنرى حل لأن طالما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل عن طريق السلاح عن طريق المال فإسرائيل ستستمر في ما تفعله فبالتالي هذا التطهير العرقي وهذه الإبادة الجمعية في غزة وأيضا في الضفة الغربية هل تعتقد أن هناك دول مستعدة للعمل على حصار اقتصادي لإسرائيل هل تعتقد أن هناك دول في أوروبا مستعدة للدخول لو صح تعبير هذا التحالف أو هذا القرار الدولي المشترك أعتقد أن الأمور تتغير في أوروبا الآن الأمور تتغير أيضا في الولايات المتحدة ولكن هذا التغيير سيكون بطيئا لأن وجهة نظر الأوروبيين والأمريكيين تجاه إسرائيل الآن يؤمنون أن هذه الحملة العسكرية الداعمة لإسرائيل يجب عليها أن تتوقف لا أعتقد أن هذا سيحدث سريعا لا أعتقد أن إسرائيل ستستجيب لهذه الضغوطات ولكن عزل إسرائيل سيكون حل فعال وإسرائيل الآن تعزل نفسها بيديها فأعتقد أن هذا هو ما تفعله إسرائيل الآن سيد كريس أنا ساعت لدرجة كبيرة جدا بهذا الحوار القصير أتمنى أن تزور الشرق الأوسط وتحديدا القاهرة في القريب العاجل أبدأ إعجابي الشديد باستخدامك دائما كلمة يجب علينا نحن أن نعمل كذا ونفعل كذا تجاه إسرائيل فأشكرك على استخدام هذا المصطلح وعلى هذه الروح وأشكرك جدا على إعطائي هذه الفرصة شكرا كتير شكرا كتير جدا كل شكر لله الكاتب الأمريكي أشهير كريس هجس